بسم الله الرحمن الرحيم اختبار سلاح التلميذ التراكمي حتى الدرس الرابع اول سؤال بيقول لي اذا كانت نسبة بين سلاسة اعداد هي 3 الى 4 الى 7 وكان مجموعهما 70 عايز العدد الاكبر لما يقول لي مجموعهما هعمل الاول الى الثاني الى الثالث الى المجموع لانه قال لي مجموع التلاتة دول ادوني 70 هاخد الاولين اكتبه بنسبته 3 الى 4 الى 7 واجمع التلاتة والى 4 والسبعة هي ادوني 14 وحط السبعين تحت الى 14 واجيب قيمة الجزء قمة الجزء يعني بقسم اللي تحت على اللي فوق السبعين على الى 14 هتديني 5 هاخد الخمسة دي اضربها في العدد الاكبر اللي هو عايزه الخمسة في 7 بخمسة وثلاتين السؤال اللي بعده بيقول لي في اي تناسب يكون حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوساطين سيارة تقطع مسافة 720 كم في 6 ساعات عايز المعدل لما يقول لي المعدل اقسم اي رقمين عندي في المسألة على بعض الرقمين اللي عندي في المسألة على بعض ده معنى المعدل يبقى هاسم الـ 720 على الـ 6 ساعات هيدوني 120 السؤال اللي بعده بيقول لي سين زائد 12 على 6 بيساوي 4 عايز سين لما يقول لي عايز سين هعمل المقصة كأنه بيعمل حاصل ضرب الطرفين في الوساطين وهضرب الـ 4 في 6 بـ 24 يبقى سين زائد 12 ده هي بتساوي 24 احط مكان سين ايه؟ احط مكان سين 12 لو ما انتاش عارف خد الـ 12 اليمة التانية بعكس اشارته طب 24 ناقص 12 السؤال اللي بعده اذا كان طول دولار المربع 3 سنت عايزي نسبة بين طول دولار ومحيط هو دولار قال لي 3 سنت كتبت الصلاة صمت المحيط اخذ الدولار اضربه في اربعة 3 في اربعة من اتنشر يبقى 3 الى اتنشر وطبعا لازم تكون فيه ابسط صورة هتبقى 1 الى اربعة سؤال اللي بعده بقول لي 12 ارات وفدان وربع الـ 12 ارات ما ببسطهاش لان الارات اصغر انا ببسط الكبير هنا الفدان فدان في اربعة وعشرين ارات وهحط عليهم الربع واجمعهم على بعض يبقوا 30 ارات يبقوا افدان وربع فيهم 30 ارات كده بقت عندي النسبة 12 الى 30 هبسط الـ 12 وهبسط الـ 30 الـ 12 اتنين في 6 والتلاتين خمسة في 6 هشيل اللي مكرة اللي هو الستة مع الستة هتبقى لي 2 الى 5 السؤال اللي بعده بقول لي اذا كانت النسبة بين قياسات زاوية المثلث 2 الى 3 الى 4 عايز الزاوية الصغيرة زاوية المثلث طبعا هعمل الاول الى الثاني الى المجموع هعمل الاول الى الثاني الى المجموع الثالث ادي الاول والثاني والثالث وجمعتهم على بعض اتنين وثلاثة واربعة يدوني تسعة مجموع هو ما بيجيب ليش زاوية المثلث لان المفروض ان انت حافظ زاوية المثلث اللي هي 180 درج فبقسم اجيب قمة الجزء اللي تحت على الفوق بس من 180 على التسعة هتديني 20 باخد العشرين واضربها في الزاوية الصغيرة لانه عايز اصغر زاوية يبقى العشرين في اتنين باربعين ودي درجة لان هي دي زاوية السؤال اللي بعده بقول لي المقارنة المقارنة بين كميتين مختلفتين لما يقول لي مختلفتين يبقى المعدل بقول لي اذا كان طول حشرة في الصورة 10 سنتي وطولها الحقيقي اتنين ملي عايز مكياس الرسم مكياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي مكياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول حقيقي الطول في الرسم اللي هو الصورة 10 وطول حقيقي اتنين ولما يشوف حشرة لازم احط صفر وحط صفر الملي الكبير فيه ومن الكبير الصنتي ولا الملي الصنت يبقى حط حوال العشرة دي الميلي هتبقى مية وهنا الاتنين سابتزم هي مكاسر راسم بقى هبصته المية على الاتنين هيدوني خمسين والنسبة لازم اعملها خمسين الى واحد بولي اذا كانت النسبة بين ابعاد المستطيل تلاتة الى اربعة وكان محيط المستطيل ده مية واربعين علشان اتعامل مع محيط المستطيل المستطيل طولين وعرضين فما بجيبش المحيط كله لازم اجيب نص المحيط الاول عشان انا بتعامل مع نص المحيط مش المحيط كامل لان هو مالوش طول واحد وعرضه واحد هو له اتنين واثنين يبقى اجيب نص المحيط بسبعين هجيب التلاتة الى اربعة ليطوله وعرضه واجمعهم هيدوني سبعة السبعين اللي هي نص المحيط هقسمه على السبعة واجب منها قيمة الجزء سبعين على السبعة هيدوني عشرة هاخد العشرة اضربها في التلاتة واخد العشرة اضربها في الاربعة طبعا ده بالصنطي وضايب بالسنطي عشرة في تلاتة بتلاتين وعشرة في أربعة وبربعين وبهضرب مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض تلاتين في أربعين بألف ومائتين سنتيمتر تربيع وده طالما سنطي أحط تربيع لأن دي مساح السؤال اللي بعده بيقول لي اشترك شخصان في عمل تجاري دفع الأول خمس تلاف جنيه ودفع التاني تمن تلاف جنيه وفي نهاية العام كان الأرباح تلات تلاف وتسعمية عايز نصيب كل واحد طبعا لما بشوف هنا خمس تلاف وهنا تمن تلاف بشيل الاصفار قبل بعضها بشيل الاصفار قبل بعضها لأن هنا تلات تصفار هعملها في أبسط صورة الأول هنا خمس تلاف وهنا تمن تلاف شيل التلات تصفار قبل التلات تصفار يعني احنا اسمنا على ألف بقيت هنا خمسة إلى تمانية وعمل إلا لمجموعة هتديني تلات تاشر هيجب منها حكمة الجزء دي الأرباح كلها لها تلات تلاف وتسعمية تلات تلاف وتسعمية على التلات تاشر هاتي الدينة تلتمية هاخدو التلتمية اضربها في الاولان اللي هو الخمسة واخدو التلتمية اضربها في التاني اللي هو التمانية يبقى تلتمية في خمسة بالف وخمسمة جنيه والتلتمية في تمانية بالفين وربعمة جنيه يبقى ده كده مصيب كل واحد السؤال اللي بعده بيقول لي ترك رجل قطعة ارض مراسا مساحتها سبعتشار اراد اوصى ببناء دار ايتام على جزءا منه هو ومساحتها خمس قراريته الجزء المتبكي طم تكسوم بين ابنه وبنته بنسبة اتنين الى واحد هاخد السبعتشار اراد هاشيل منهم الخمس قراريت الاول هاشيل منهم الخمس هيتبقى لاتنشر اراد هاخد الاتنشر اراد هاسمهم بين ابنه وبنته ابنه بنسبة اتنين وبنته بنسبة واحد واعمل الى المجموع اللي هو تلاتة واجيب برضو كيمة الجزء كيمة الجزء اتنشر على التلاتة هتديني اربعة هاخد الاربعة دي اضربها في الاتنين واخد نفس الاربعة اضربها في الواحد يبقى الاربعة في اتنين بتمانية ارات واربعة في واحد باربعة ارات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته